ليلة عبداللطيف تعاود التنبؤ مجدداً هذه الأبراج هتكون محظوظة بالنجاح والرزء الوفير أموال ستتدفق عليهم كالمطر في الأيام القادمة أفادت الفلكية العبقرية ليلة عبداللطيف أن أصحاب برج الجوزاء وكمان برج الدلو والعقرب والجدي هيشهدوا فترة مليئة بالحزوز والنجاحات ابتداء من شهر يونيو ويوليو ونهاية سنة عشرين أربعة وعشرين وقالت أن هذه الأبراج هتكون لها نصيب كبير جداً وتحسن مرحوظ في كل الجوانب المهنية على الصعيد الصحي والعاطفي والمالي والمهني وقالت أن هذه الأبراج هتخرج من ديلة الفقر المضغع إلى الثراء الفحش خصوصاً لو اهتموا واقتنسوا الفرص اللي هي بتبقى قدامهم ويستغلوها أحسن استغلال وأيضاً لو ركزوا وزودوا ثقتهم في أنفسهم إن شاء الله هقدروا يعني يستفيدوا من الفرص المتاحة أمامهم وأيضاً لازم ياخدوا المشورة لضمان استمرارية نجاحهم المادي ترجمة نانسي قنقر